موسيقى 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 تم مقابلة كانت قوية وكننا عارفين سنكون عندنا خاص معانيد لأننا سنعارف اللاعبين اللا خدوين سمعات الفاريخ فحاب على تقريبا ترسانة ديالو ديال بسين في المياء كانت تقوية ديال الفاريخ اللاعب مايسترو بسط الميدان اللي لاعب قرات القدم جيد ستعارفين على قرات القدم فحابنا ما امكان باش نضعفوا من طريقة اللاعب ديال الفاريخ لأننا ستعارفوا تحرركات ديالو بشكل جيد درسناه بشكل جيد تنظم نضرنا مقابلة جيدة دفاعيا تنظمه جميع ما كناش في المستوى كانت نكون أحسن في هذه المقابلة ما كانت شوية ديالرزانة كانت نقوله في قرات القدم وشو ديال الصبر ولكن هذه نقطة جيدة لأن خارج ملعب كانت فاريخ قوي اللي تلعب على الصعود فبنسبة لنا هذه إيجابية وكانت من الفاريخ الريباطي لأن أصدقائي لاعبين كذلك مسيرين لم يدربين لأن فاريخ الريباطي لأن فاريخ الريباطي لأن فاريخ الريباطي كانت شكل كبير تعرف اللاعبين فرديا فكتعرفنا في الأول لأن تتكون طاربة البدنية وبتالي كانت صعب حول أن نقوم ركزين بشكل جيد لأن فاريخ الريباطي لا يخرجون من التركيبة والحمد لله لأن نستطيع أن نقوم بها ونحافظ على الأول وكانت أعرف أن فاريخ الريباطي ستجعلنا بعض المساحات ولكن لا كانت نجاعة فهذا سنقوم بشكل جيد لأن الفاريخ يتحسن لأن الفاريخ يتحسن لأن الفاريخ دفاعي قوي جدا قوي فهو أحسن دفاع في بطلة القاسموطني وكانت هنا فهذا مسرعة لأننا نلاعق فأنا نفق الساعة فأنا نحافظ لأنه كان يتحدث من فاريخ لأنه يكون الحسن الأسود في القسم موطني التاني حاوة ممكن باش نردز على جميع تغييرات ديال المدربة والزاميل الصريقي عيش والحمد لله توفقنا باش نقاوم نضافة الشباك فنأخذ كلمة باش نعن السيد أميري عيش لأنه وكمل العمل للسنة الفاريطة والفاريقة تنظن أقوى من السنة الفاريطة ونتمنى لهم جميع الحزن ان شاء الله باش يحقوا الموتى للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي